الزئاب لما بتحط عينها على الخروف اللي هتخطف قد ايه الحاجة بيبقى شكلها حلو من بره يعني بتبدأ تهيأ الحاجة وتلونها وتزوّقها وإحنا بننخادع وردها يعني دايما الحاجة الحلوة من بره بتخلينا نجري ورها فعنا يعني عايز أتكلم بحضرتكم ونوصل النهاردة الرسالة دي لكل واحد بيشوفنا أو بيسمعنا يعني إزاي الزئاب دي بيبقى هدفها بس إنها تخطف أولاد المسيح هو المسيح نفسه قال إن أحياناً تيجي زئاب في الثياب حملان الزئاب دايماً يخطف ويهلك والزئاب دي أنا ممكن أقول عليها هي الدقات والاتهدات والمشاكل اللي بنقابلها يمكن الراعي غير الصالح أول ما يلاقي الزئاب بتخطف الرأي سيبها ويمشي لأنه بيدور على مجد شخصي صحيح إنما إحنا لازم نبغدين بالنا قوي لما نسمع صوت الزئاب لازم نميزه نقرف إن الدقات المشاكل الاتهدات التعليم الخاطئة دي زئاب خاطفة يمكن حد يقول لنا فعلاً تعليم خاطئ بس جاي في صورة حملان أميزه إزاي؟ أميزه إن أنا أصلي أقول له يا رب انتك شف لي إن التعليم ده منك ولا لأ إن أنا أقرأ تعليم الكتاب إن أنا أشوف تعليم الأباء إن أنا لما لأي الزئاب أبعد عنها والدقات والتجارب كمان إزاي ربنا بيبقى سمح بيها سمح بيها بس لكن إحنا بنطلب منه المعونة في التجارب أو الزئاب أما بيسمح بيها لازم أنا يبقى عيني على الراعي لأن فعلاً خلاصي خلاصي مش ممكن هيبقى بعيدة عن الراعي لأن الراعي هو اللي بزل نفسه من أجلي الراعي هو اللي وضع نفسه عني بالزبط الموت وضعه الزئاب والرعاة الخاطفة إنما المسيح حط نفسه بدالي ودني حياة بالزبط فدي ميزة الراعي الصالحة إن شاء الله يا ربنا يدينا في سنة جديدة إن يكون عندنا الودان والحواس المدربة إننا نقدر نشوف ونسمع ونميز صوت الراعي عن الزئاب الخاطفة أنا بشكر حضرتك جداً ونورتنا ديكن عوض وهبة الخادم بكنيست الشهد العظيمة رجال جسد العشر من رمضان شكراً لوجودك معينا وصباح شكراً جداً كل صار وانتو طايمين حضرتك طايمين خير شكراً